أعلن وزير الثقافة والسياسات الإعلامية أليكساندر تكاتشينكو في مقابلة مع صحيفة أبا زرواتل أن أوكرانيا بصدد إنشاء مركز لمكافحة المعلومات الروسية المضللة وأشارت تكاتشينكا إلى أن العديد من المراكز المماثلة تعمل في معظم الدول الأوروبية وأن من مهام المركز الرئيسة فضح الدعايات المزيفة والمساهمة في زيادة الوعي المجتمعي والثقافة الإعلامية لا يمكننا إنشاء جيش من الروبوتات لتوزيع الرسائل آليا علينا أن نرد بشكل يتمثل بفضح المعلومات المزيفة تماما مثل الأوروبيين فهم يقولون أن هذه الحسابات هي حسابات آلية وأن هذه المعلومات كاذبة وها هي حججنا لا أرأية وسيلة أخرى يجب أن لا نتبع الأساليب التي تستخدمها روسيا فمحاربة الروبوتات باستخدام الروبوتات ليست وعدة جدا موسيقى